خلينا نحكي أنا ويجمع أنه عم نحكي عن معراب نحكي شوي عن ملف الرئاسي يقال ما بعرف أدي دقيقة هالحكي يقال أنه أول ما يخلق صبي مارونة بيقوله مبروك عليك الرئاسي مظبوطة؟ بي ما قال لي إيها أمي إيها طب رئيس حزب القوات اللبنانية لم أبدو يترشح ليه؟ لا وإذا ترشح أولك بيجيب أصوات؟ بغض النظر عنه مرت لم يترشح وأنا كنت من أكتر مؤيدين لا ترشحهم لأنه كان بيظارف إذا بدك هالترشح هذا بيخلق توازن معين السمير جعجع لا يتحمس للمواقع الرسمية لا هو أنا سؤالي أنه هو يرافع سقف التحدي اليوم مع حزب الله بشكل كتير عالي أنه أنتو مرشحكم ما هيوصل على السلطة طب أنت رافع سقف التحدي لحقته ورفعته ليه ما بتترشح؟ لأنه هو يشكل مرشح تحدي خلي أكيد شكل مرشح تحدي الحمد الله خلي مرشح غير تحدي كانت كارسة فترشيح أو عدم ترشيحه صراحة مرتبط بأمرين أول شيء إمكانية الوصول تنبلش بهذه والثاني مرة الماضية استرشح كان الوحيد بكل صراحة اللي قادر يعمل توازن ويجمش نعون هذا كان أحد أهداف الترشيح لأنه كنا متوجسين من بعض الحلفاء ورحيتركوا هذا التحالف ويروحوا خيالات أخرى وللأسف طلع معنا حق أما اليوم أكدت لك أنه سمير جعجع لا يسعى إلى المناصب أنا ترجيته بالألفان وتماني أنه يترشح مطلحها بده ببيروت قال لي لا هل يترشحوا عملا؟ بدي أخذ جاد بدي تتابع ملفات والاستراء أنا عندي همهم وطنية تاني وبتتذكر بالزمنات عرضوا عليه مرتين بوزارة وتسمى وزير ورفض ياخد حقيبة وكان أحد الأسباب الأساسية لدخوله للسجن فبيهمه أول شيء أنه يكون عملي إذا بدي يكون داعم حدا يكون عنده حصوص يوصل هو اللي ما عنده حصوص يوصل هايك بدي يعمل عراضة بس جهاد أزعور كان عنده حصوص يوصل برأيك؟ جهاد أزعور؟ جاب أصوات أكتر من مشاهل معود ولو حصار دورات متتالية وما أقفل المجلس بهروب أنا بسميها عن جد هروب أو شي هروب من مصلحوتهم من المصلحة الوطنية من مسؤوليتهم وهروب جسدة من القاعة لكسر النصاب وقرار رئيس برأيك مسكت المجلس السياحة اللي بدي وما إله حق بتيتا ما إله حق شو بتقوله اليوم لرئيس برأيك؟ بقوله عم تتخطى صلاحياتك بشكل كتير كبير يهدد الديمقراطية والتوازن السياسي في البلد عكس ما أنت بتقول وبدأي أقول تدعي لأنه صلاحياتك ما في صلاحية بدون نص المادي خمسة أعف أقول شيء الدستور ما بجيب صلاحياته النظام الداخلي بيجيب صلاحياته المادي خمسة بيذكر أربع أمور يمثل المجلس النووي بيترقص الجلسات يؤمن الأمن في المجلس ويحترم القانون والدستور يدعو يحدد مواعيد الجلسات وإذا تعذر ذلك نيبه بيعملها ما الذي يجبر برأيك الرئيس برأنه يفتح المجلس حسب ما يفتحه لا يوجد فائد القوة حزب الله معه تيناتهم يلعبوا لعبة الميسيقية وللأسف هذا تحضير لمرحلة ثانية بس يروح فائد القوة وليس يروح بدون عشاك أنه يصير فيها سوق استعمال السلطة من من الرئيسات الباقي المحب يسميه رئيسات بس رئيس مجلس الوزراء لا يوجد فائد القوة العسكري يلو موجود على الطاولة عم بتقول أنا بمسر كل الشيعة ما في قولهم من هي بشيعة طالع مش من حدي فإذا بعمل بدية عاصمة منطق هيدا منطق لنفترض أنه منطقي طيب رئيس الوزراء السنة رئيس مجلس الوزراء السنة بيعني بدية لأنه سنة ورئيس جمهورية ماروني مسيحي بيعني بدية يعني هيدا تنروح المدى الأبعد نحل المجلس وما يكون في وزراء وما يكون في شي فريق عمل حول الرئيس يعني هالثلاثة يحكموا البلد لحالهم اللي عم بيصير اليوم الخروج عن الصلاحيات هدد وإذا الاستقرار السياسي بالبلد وإذا استمرار عمل المؤسسات ويشكل خطر كتير كبير كتير كبير يعني بدي أقول بكلمة واحدة الرئيس بري ليس ضماني للبلد لأنه ليس ضماني للمؤسسات وعلى رأس المؤسس اللي هو مسؤول أنا اللي هي مجلس النووي ترجمة نانسي قنقر